أي شيء يمكن أن ترى لا تغتر به لو رأيته يمشي على الماء لا تغتر به يطير في الهواء لا تغتر به ينفق ماء الغيب لا تغتر به هناك شياطين هناك جن هناك قوة خفية تعين أولياء حصل لنا وحصل لغيناك كثيرا كثيرا أن يغتروا ببعض عباد الله ثم أبى الله إلا أن يبين لهم أنهم أولياء للشياطين وليس للرحمن الرحيم لا إياه إلا هو والشياطين تعينهم على هذه الأفعال والعياذ بالله ولذلك الطريقة المضمونة والمعيار الذي لا يتخلف الاستقامة الرأيت عبدا أو امرأة لله تبارك وتعالى من عبيد الله وإماء الله مستقيم حقا يقشعر بدنه من ذكر الناس بالسوء من الغيبة من النميمة من الكذب لا يتغول ولو فلسا فلسا واحدا من حقوق الناس أبدا لا يستمع الناس إلا في خير يعطي ولا يأخذ يسب ثم هو يمدح يظلم ثم هو يعدل يكذب عليه ثم هو يشهد بالقسط والحق تراد فضيحته ثم يستر على من فضح اعلم أنك أمام ولي حقيقي لله تبارك وتعالى هؤلاء أولياء الله أهل الاستقامة الحق لوجه الله وأمرا بالمعا على من تضحك يا رجل أنت رجل غارق في الإثم أنت رجل مقطوع بك ويريد أن تفهم أنه من أصحاب الأسرار أي أسرار سرك مفضوح سرك مفضوح وهو سر ماذا سجيني ليس عليني هو سر سجيني وليس سرا عليني مفهوم أمرك مفضوح مفهوم يا رجل خلنا عنك وخلنا منك أسأل الله لنا هو لك الهدايا أما أهل الاستقامة الصعبة الاستقامة الصاطعة والذين لا يبالون الخلق بال في جنب الله تبارك وتعالى وإنما يبالون الله فاجدد فاجدد يدئك بهم هؤلاء هم أهل الله اقترب منهم فإنهم يلقنون الحكمة أقف قفوهم أحذو حذوهم تعلم منهم خير لك من الدنيا وما فيها وبركتهم أعز مما تظن بالله العظيم والله لو أن أحدهم دعا لك بصدق في ظهر الغيب لأسعدك الله ولو اقترب أحدهم منك أو اقتربت منه واستشعر شيئا ثم أقبع الله من أجلك لظفرت بسعادة عظمى يا رجل